ما بين خلل فني وعمل تخريبي تصريحات متناقضة لوزارة الكهرباء عقب انهيار قطاع الطاقة في العراق تكشف حجم الفوضى والتخبط رغم وعود وزارة الكهرباء بأن صيف 2023 سيكون مختلفا عن سابقاته على مستوى استقرار وتحسن التيار الكهربائي فتحول الوعد إلى انقطاع كامل للكهرباء في معظم مدن العراق وبسبب انهيار الكهرباء في العراق توقع صحيفة بارونز الأمريكية خروج تظاهرات شعبية مع سمرار انقطاع التيار الكهرباء الذي يصل إلى عشر ساعات يوميا في الظروف الاعتيادية حيث تعتمد بعض العائلات العراقية على المولدات الأهلية لتعويض نقص الطاقة الأمر الذي يعد غير متاحا لجزء كبير منها لتكلفتها العالية بحسب الصحيفة التي أكدت أن درجات الحرارة في بغداد ومدن الجنوب تصل إلى نحو خمسين درجة مئوية ما يساهم بزيادة الاحتقان الشعبي وصخط على الحكومة الحالية كسابقاتها غياب الحلول وحديث وزارة الكهرباء المتكرر عن افتقارها لما سمته بالعصى السحرية لإنهاء الأزمة مبررات ينفيها تقرير شركة جنرال أليكترك الذي أكد أن استغلال الغاز المصاحب كان يمكن أن يوفر الكهرباء لعشرة ملايين منزل في العراق بواقع انتاج 13 ألف ميجاوات فضلا عن المنافع البيئية وخفض التلوث الناجم عن حرق الغاز فيما أشارت الشركة إلى أن أرقام البنك الدولي للغاز المصاحب المحترق عالميا التي تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية تؤكد أن العراق يحرق نحو 18 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصاحب أحراق الغاز وشراؤه بالمقابل من إيران بأسعار مضاعفة عن السوق العالمية فضلا عن تعمد إنشاء محطات توليد طاقة تعمل بالغاز وفقا لأعضاف لجنة الطاقة النيابية مؤشرات على أن ملف الطاقة في العراق خاضع كغيره للمناكفات وتصفية الحسابات السياسية حتى إنه وفق مراقبين فأن بعض الأعمال التخريبية ضد المنشآت والشبكات الناقلة للكهرباء تكون مقصودة ومتعمدة كأحدى صور الابتزاز وتوجيه غضب الشارع نحو جهات بعينها ترجمة نانسي قنقر شكرا